سلام عليكم يا حبايبي يا رب كده تكونوا بخير دايما يا رب تعالوا نشوف اخر تطورات قضية ابن الفنانة اصالة بعد ما قتل لأحد الاشخاص تصالح خالد ايمن الدهبي نجل المطربة اصالة مع عائلة الشاب الذي قتله عن طريق الخطأ في حادث سير واعلن برنامج ايتي بالعربي ان اهل المجني عليه وفقوا على التصالح امام المحكمة وتنازلت اسرة القتيل عن القضية بعد التصالح مما ادى الى انقضاء الدعوة الجنائية كما قدت محكمة جنح الكاهرة وكشفت التحقيقات ان نجل اصالة دهس المجني عليه بسيارته بدائرة قسم التجمع وفرها ربا وعقب ذلك سلم نفسه لقسم الشرطة التجمع وتمت احالته لمحكمة الجنح بتهمة القتل الخطأ طبعا زي ما احنا شفنا كده حبيبي ابن اصالة اساسا دهس واحد يعني عن طريق الخطأ بس يعني اصالة لحقت الموقف على طول ورحت قدت الاهل وفدية يعني خلاص تصلحه يعني وطلعت ابنها من السجن ابنها يعني بصراحة كان حيتسجن لانه طبعا قتل واحد عن طريق الخطأ بعربيته بس يعني خلاص حصل خير وكويس ان هي جيت على قد كده واصالة لحقت الموقف يعني ان شاء الله حبيبي لو في جديد هحاول نزله على قناتي عالم نوعات واتمنى كده تكونوا الاخبار اللي بقدمها على قناتي تكون بتعجبك وتنالي عجبكو واستنوني ان شاء الله في كل جديد وكل مختلف ومتنوع اه مع السلام اشوفكم على خير يا رب اشتركوا في القناة